الجميع يعرف أن هناك طب شعبي يعالج فيه بعض الأمراض ولكن هناك نوع من أنواع الطب مختلف تماماً يحمل اسم الطب اللوني من نووي اللوني شنو اللوني هذا؟ هو علاج بالفن من خلال رسومات وألوان يقوم فيها المريض فيتم تشخيص حالته أنت ما تعرف ترسم؟ لا راح ترسمي بو من خلال رسمك راح نشخص حالتك وعلاج هذه الحالة تحت فلسفة أن لكل لون لدلالة ودور أساسي لحالة الإنسان النفسية وأيضاً العقلية حول هذا الموضوع جدنا نلتقي مع الدكتورة ريهام لرغيب وهي دكتورة بفلسفة النقد التشكيلي مساء الخير دكتورة وحياة شلة؟ مساء الورد قوات شلة والساعة المباركة ونورتنا شون صحتك تمام؟ تمام الحمد لله الله يستلمش تلفت العلاج هذا والألوان وأعتقد أن معنا حالات وغيرها والخوان جهزين بالكترول صور مع الناس راح نطلق معاهم لكننا بنتعرف في البداية على هذا الموضوع حتى نقرب الصورة للمشاهد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم طب اللوني هو نتيجة بحث علمي جاد اللي هو ما بعد الدكتورة بعد ما درست فن ودرست علم نفس وتنمية بشرية كنت دايماً أتساءل شلون أن اللون يعني أنا بعد تدري أنا مقابلني أنت قابلها المرة تدري أنا أرسم فنانة تشكيلية صحيح صحيح وفيها انعكاس عميق من داخل الإنسان فبحثت أكثر أكثر كنت أتدبر آية اللي هي البقرة بسم الله الرحمن الرحيم بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين فقريت قبل الآية بعد الآية التفاسير فالآية أن اللون يأثر علينا اللون شعور هذا في صورة البقرة يعني شفت اللون وأبعاد اللون تأثيرها علينا واللون صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين نعم سرور فالسرور مشاعر فهو هذا الطب اللوني إن اللون مشاعر ونعالج من خلال اللون ممتاز تعالجين من خلال اللون وهذا اللي اكتشفتيه خلال دراستك ما بعد الدكتوراه اي نعم اكتشفتي هذا الأمر طيب هو يسجل باسمك هذا يعتبر براءة اختراع براءة ابتكار بالضبط شنو أنا جهزت الورق وقدمتها وطبعا تتدري البراءة تاخذ سنتين نعم على ما تطلع إذا مو أكثر بس الحمد لله يعني ما شئ بالبروسس إن شاء الله في معاناة واجهتها بطريجة شئ صعوبات عراقيل موجودة موجودة شئي يعني طبعا أكيد أول شي ثمان سنين برى الكويت دراسة كأمرأة عربية وخليجية وكويتية طبعا مريت بصعوبات كثيرة وحتى بالبحث نفسه لما تشوف لازم أقرأ وايد لازم أقرأ خلال الموضوع يعني ممكن أتفرع وبعدين أدش في مجال بعدين نقول لا مو هذا شيء لأبي أروح لك مجال ثاني فيحتاج جهد كبير طيب إذا حتى نوضح للمشاهد الكريم وهو طبي أم نفسي لا هو نفسي تقريبا بس أنا يعني ودي أني أطوره أخلي يعني للجسد طبي إن شاء الله يا رب إحنا نسمع أنه يقول علاج بالألوان إن كنت تتعالج بالألوان في ناس مقتنعة في ناس تشاكة بالموضوع في ناس تقول لا مو صحيح في ناس لا والله مؤمنة بهذا الأمر إذا حبينا ننور الناس بهذا الموضوع شنو هو علاج بالألوان أهو أشوف أهو العلاج بالألوان هي يعني لا باقراند وايد وايد وتاريخ يعني وفي دراسات علمية أثبتت جدارته لأن الكل لون موجة معينة فيه موجات قصيرة وفيه موجات طويلة يعني فيه فيه عالم والكيمية نفسها قائمة على علم اللون طب الهندي القديم الصيني طبعا الحضارات القرآن فهذه كلها فيه عندنا دلائل يعني عميقة إن اللون يأثر علينا وممكن إن الإنسان يتعالج باللون طبعا فيه يعني متخصصين كثير يعني فيه ناس يستخدمون الأقمشة يمررونها على مناطق معينة أو شيء ويحصلون نتيجة بس أنا دخلت فيه الفن الفن الأرت نفسه يعني مو بس لون لا فيه فن يعني فيه حالة أبداعية يعني هو يقولش هو يأثر ممكن يعمل لتأثير نفسي لكن لا يعالج هو لا يعالج لا شوف كل شيء كل شيء كل مرض أو شيء لازم نركز حتى فيه دراسات وايد أثبتت أن الأمراض الجسدية لها عمق نفسي صحيح نفسي حتى مثلا اسم الله علينا وعليكم ومرضى السرطان نعم يقول أول شيء نفسي الجانب النفسي إيه عرفت يعني الجانب النفسي وايد وايد مهم عشان تذي أنا ركزت على الجانب النفسي وفيه شغلة بعد أنه إحنا كمجتمعات خليجية عندنا عقدة من موضوع أنه واحد يزور الطب النفسي خلاص يعني ينطبق علينا أهو مثلا مجنون أو أنه عنده ملف يعني حاولتني أسوي شيء أقدم شيء نافع و لا كبر ويمكن أن الناس تستفيد منه نعم ممكن أتعرف على الأمراض اللي ممكن يعالجها هذا الفن هذه الألوان اللي تعالج يعني شوفي أنا راح أعارضج في هذا الأمر شوي لأن الجانب كثير من المشاهدين يقول معقولة ألوان قلتني بتعالجني هذا موجود يمكن هذا أنت واقع واجهتي وشاهدتي وسمعتي عند أنت وين رايحة ألوان بتعالجيني نأخذها الأدوية ونأخذ حبوب الضغط وحبوب السكر وحبوب أي شنو ونتي بتعالجيني بألوان عرفتي فالناس ودها تتعالج بألوان ليش لا أشوفي لون وأحطي الألوان بالغرفة عندي ولا ألوان بالدوانية ولا ألوان عند أصدقائي وغير وتعالج بالسيارة عندي وتعالج بلا الأدوية هذه المغررة الأدوية أصلا فأحنا نقرب الصورة هل فعلا هناك حالات مرضية تعاني من مرض محدد وتم علاجها بالألوان نعم تفضلي دكتور أول شيء سؤال وايد مهم أنزين بالنسبة للحالات طبعا أنا قبل الله أعلن عن الاختراع وأن قلت لك هذا نتيجة بحث علمي جاد طبقت سويت على العينة تجريبية في المركز العربي بالقاهرة وطبعا وفروا للعينة وحتى من ضمنهم الدكتور عبد المنعم كان رئيس النقابة جرب العلاج عينة بشرية عينة ناس حطيته ناس بشر عينة اخترتوها ناس وطبغنا عليهم طبعا الخطوات وكان الهدف اللي هو الوصول حق السلام الداخلي السلام الداخلي السلام الداخلي اللي يعني نسهلها حق الناس هي الراحة النفسية أن شون لن تكون أنت مرتاح شون الأشياء اللي تقلقك طبعا لأن العينة مختلفة فكل واحد كتب مثلا الأشياء اللي هو يعاني منها مثلا في ناس عندها اكتئاب في ناس عندها قلق في ناس عندها جلدات يعني في عالم يعني في حالات فإحنا كان الهدف ما لنا اللي هو السلام الداخلي طبغنا التجربة النتائج كانت مبهرة يعني فرحت وايد لما خلصنا ولما شفت الرسومات طبعا لأن الرسومات هذه ناس ما تعرف كوني ناقدة أنا حل الرسم اللوحة هذه وحركات الجسد وشلون وهو والإيقاع وحتى اختيار الألوان لأن بالعلاج في بستهث ألوان أصفر وأحمر وأزرق فعملية أن الواحد يغوص يغوص يطلع ألوان ثانية وشلون وهو يستخدم اللون واللون يستخدم بإيدة يعني في عمق للموضوع كل شيء لا دلالة كل شيء لا معنى كمي يوم استغرقت هذه التجربة يوم واحد يوم واحد ظلقت القرار يوم واحد سويناها تجربة ميدانية تجربية نزين ونجحنا فيها وحتى اللي مثلا كانوا مشاركين نحسوا أنه بالراحة لأنهم فرقوا التفريق والتعبير طبعا تعرف أهمية أن الإنسان لازم يفرق ويعبر عن نفسه وخاصة إذا أخذ تكنيك وغرسنا في عقل الباطن أن اللون مشاعر يعني كلهم في مشاعر معينة مثلا الأحمر إثارة توقف دهش يعني قمة المشاعر نغرسها في العقل الباطن عن طريق حالة معينة وموسيقى معينة فهم قصدي أنت تدخلونا بتنوين مغناطيسي تشاهدوا لا وغطت لهمون أنت تهيئونا نفسيا الأجواء حلوة الحياة حلوة الحياة زينة أنت اللي مفاهم الدنيا اي زين أبو هذين نتخيل أنه طبعا الناس ما قلت لك الإيد يفرق من خلال الإيد لأن الإيد فيها مسارات للطاقة يمكن نحن نفرق فيها الطاقة السلبية شون يعني يلون على إيده مثلا لا يأخذ اللون زين ويفرق يرسم يسوي يأخذ اللون بإيده ويرسم بإيده مو قلم يعني ويلون لا ما بأحد عنده مثلا مو مشروط أن يكون عندك خبرة بالفن أو شيء شذي بس أنت تعيش حالة أبداعية زين وتعبر عن نفسك وتعبر عن المشاعر اللي أنت تبي تخلص منها ما هي حالة جعلت بيوم واحد على جسوب لا هو طبعا جلسات أنا سويت التجربة مرة وحدة على العينة هذه العينة هذه بعد الجلسة مباشرة حسوا في انتعاش وراحة نفسية وحسوا أن مرتاحين فهم غضب ممتاز كم عدد الحالات تغريب عدد حالات ما بين نساء ورجال أيضا مع ما مختلفة وفي معاني كانوا ديكاترا وحمد الله بعد ما رجعت لكويت طبعا حبيت أني أطبق التجربة مرة ثانية على العينة مختلفة فإذا هم الله خير مركز واعي اللي عندهم حملة ضد المخدرات وفروا لي عيادة صراحة وفروا لي مكان وأنا أقراضي وألواني وهذا وفروا لي عينة من المدمنين كانوا هم سبعة وكلهم كانوا ريايل ويعني أعمار مختلفة أعمار مختلفة فطبعا إحنا طبعا ما صورنا ولا شيء لأن هذه الأشياء لازم يكون لها خصوصية صحيح فحتى لما نطبقنا العلاج معاهم بعد لو يحطون اللوحات إن شاء رحي إذا صور وايد حسوا بفرق وكانوا يابون يتابعون كانوا يابون جلسة ثانية كانوا يكلموني دكتورة نبيل جلسة ثانية ها استمتعوني خلي شوف الصور هذه صورة إي هذه طبعا لوحة خلي نصح التعبير هذه وحدة كان عندها اكتئاب وحدة إي زين فشوف شوف شوف لون الإيقاع شوفت الأحمر اللي وراء بعض هذه كانت تأخذ اللون وحركات بإيقاعات معينة كانت تتحاول أنها يتعبر هذا بعنات أنها عندها اضطراب لا هي فيها يعني عندها عدم رقبة بالحياة وعندها اكتئاب اكتئاب يعني مو مرتاحة والدلالة هذه النقطة على الاكتئاب لا أنا حلل أعمق من كذلك مو أنها سطحية حتى قلت لك حركات الجسد أهتم فيها تابعينها تراغبينها وأشوف الريبورت اللي قبل التجربة قبل شوف هذا إنسان عندها تفاء والحالة من التفاء حتى الألوان يعني تحس أنها مرتاحة وحياتها مرتبة حتى لما أرجعت حق الملف مالها لأنا سويت شيء نفس ما تقول يعني استبيان اللي هو من أنت أنت منه شنو المشكلة اللي عندك عندك نية للتغيير عندك احتراف بوجود مشكلة فأقارن بين الكلام بين العمل طيب لأشتارت مدبنة يعني إذا ألوان هاتشذي والحياة عندها حلوة وحاولت تستخيل الحياة شلي أداحق الأدمان عشان لأ هذالي مو المدمين طبعا هذا أستاذ دكتور في علم النفس كان معانا بالتجربة طبعا وهو كان يسوي العمل والله يعني من كثير اندماجه كان يفتح حلجة ويعبر بطريقة معينة كان الموضوع وائد عميق عنده الصورة هذالي لكثت المدمنين طبعا المدمنين ما راح أتكلم عنهم عشان الخصوصية دكتور ريهم هذا بأيدينهم بس تخيل وبس تأث ألوان يعني شوف التجربة الأحمق يعني طلع الأخضر الأخضر مو موجود بس هذه لها طبعا دلالات وأبعاد وهو تخصصي الدقيق بالدكتورة هذا بعد مدمن هذا اللي بالكويت طبقت عليهم هذا بعد مدمن هذا كلها ظلمة الحياة ظلمة جدامهم يعني مجموعة ألوان اللي شاهدنا الآن ولي تابعنا يعني يا رب هي مجموعة ألوان مداخلة مع بعضها البعض أي واحد يقدر يقوم فيها أو هو اللي يسويها أو يعطي أحد أبناء يعطي مجموعة ألوان يلون نفس الألوان هذه أنا أقول لش يعني الناس ما عندهم أنا أخونا حضرتك أنت متخصصة وباحثة نحن نتكلم عن اختصاص وعن بحث وعن دراسة أنت قمت فيها طبعا ما بعد فلذلك من يرى في هذا الاتجاه ويرى بأن يا أخي مجموعة ألوان وخلصنا ممكن تأخذها كلوحة تشكيلية تعرضها بمعرض تشكيلي مثلا من البعض وأيضا بوضوع الأطباء يقول معقول أنت يوم واحد أقمت تجربة وإحنا أطباء نقوم بأبحاث بسنوات وغيرها وننشر في مجلات علمية ويتم تحكيم ويمكن يوافقون ويمكن يرفضون تبعقول من خلال التجارب ممكن تعالجون هذه الحالة ممكن أن تكون حالة مؤقتة العلاج أيضا لا أول شيء هذه التجربة أنا أقمت بها بحث علمي وأنا شاركت في مؤتمرات علمية في جامعة السلطان قابوس وليه كتاباتي وليه نشاطي في الثقافة الفنية والله الحمد بالنسبة حق التجربة أنا دائما يعني مؤمنة ولا في مثلا ممكن تدخلني بأشياء فيها أضرار نفسية أضرار على الكبد يعني أنت تدري أنه في ناس يعني أنا عرف وحدة كان فيها كانسر وبعد ما طاح شعرها والحالة النفسية اللي مرت فيها التجهت أنها تأخذ حبوب يعني تديها لأن خلاص كان عندها نفسيتها منهارة الحين صار لها سبع سنين مستمر على الحبوب ادخلت في حارة يعني الله يشاف فيها إن شاء الله وإذا هي تسمعني أنا واستعد أني أساعدها باللي أقدر عليه إن شاء الله كنت ساعدينها بالألوان وكنت تعاج بالألوان حتى المرحلة خلاص تجاوزت لأن هذه شي نفسي شي نفسي إحنا لمن أنت تكون في العقل الباطن في أشياء قديمة أنت ما تدري عنها إحنا نولد ملفات فاضية من اللي يحط فينا المعتقدات والأشياء اللي حول تقريبا السلطة الأسرية والمدرسة وشذي في أشياء فيه ترسبات تكون وائد عميقة لازم تحتاج جلسات لازم تحتاج كلام توقينغ نعرف شنو المشكلة شنو الشي اللي يزعج أنت ليش وصلت هالحالة أنت عندك فرصة عندك أمل ممكن أن نحن نساعد هذه العلاجات ممكن أن أنت تساعد المريض طيب بعد هذا التفريغ يعني في هذا الهم ألا تتفقين بأن العلاج النفسي يجب أن يصاحب علاج أضوي يعني ما يمنع أنت اليوم موجودة بأحد المستشريات الكويتية هنا يتلقون العلاج العضوي وبنفس الوقت أنت تمارسين العلاج النفسي نعم ليش أنت حابة تعسيني تقول العلاج النفسي والعلاج بالألوان حسستي الناس وحسستي بأنه يتفوق على العلاج العضوي العلاج الكيميائي بالعلاج أنه بعد الواحد وعشرين يوم اللي هو الديتوكس للانسحابات الدوائية اللي تطلع من جسمه وكذي هذه أشياء مكملة يعني حتى المد من نفسه إذا أنت تريد ترد حق المجتمع لازم تأهله نفسيا لأنه أكيد مر بأشياء يعني في ناس توصل حق جرائم صحيح في ناس خلاص تفقد دوامه ممتحار يصبح ممتحار تخسر أشياء كثيرة فلازم أنت تأهله شلون تأهله وهو من داخله تعبان الألوان رح تأهله دكتوري طبعا أكيد طبعا لأن الفن رسالة عميقة الفن شيء مو سطحي الفن شيء نابع من داخلنا إحنا لما نستخدم هذه الألوان اللي الله سبحانه وتعالى خلق لنا إياها في طريقة علاجية ممكن أن نحنا نقدر نطلع نتائج وايض حلوة ليش لأ دام شيء مو ظار ليش لأ الواحد يجرب وشوف ممتاز الحالات اللي جربت معاها ولازم أخليك تجرب أنا جرب لا شيء ما فيه للعافية حتى الزين يجرب لازم تجرب تجرب ألوان لازم تستمر الزين من خلال هذه الألوان الشخص اللي الألوان هي الرئيسية الثلاثة الأصفر والأزرق والأحمر والأحمر هذه الألوان اللي حضرت تستبدينها في دراسة هذه الحالة نعم هل ممكن أي شخص سليب ما فيه أي شيء اليوم أنا رجل حطيت لتلك هذه الألوان ورسمت بطريقة معينة تقدريت شخصين حالتي إذا أنا عاني من مرض معين وعاني من مشكلة معينة وعاني من مرض عضوي هل ممكن تشخيص الحالة من خلال هذه الرسومات طبعا أكيد طبعا قلت لك أنا تخصصي بالدكتورات نحن تحتيني عن العلاج النقد التشكيلي التحليل نفسه النقد اللي هو التحليل طبعا أتوقع أنت دارس نقصة نعم فأنت فاهم شنو النقد أنا فاهم اليوم أرس دور المشاهد فالنقد نفسه يخليك تتحليل أشياء أعمق أعمق من تكون تجربة صحية حتى الأعمال اللي تسويها بعد ما تتعرض حق الجلسة الطب اللوني هزين هذه مو نفس الشي اللي أنت قاعد تسوي أنت قاعد مثلا مع ربعك أو شي حطيت ألوان لأن في قبل يكون في مرحل علاجية ناس ما قلت لك في مراحل وهم سبع خطوات تأهيلية والمرحلة هذه مرحلة التطبيق هي آخر مرحلة فأنت تأهليني إلى أن أصل إلى مرحلة التطبيق التطبيق أحسنت بعد ما أطبق أنا دوري كناقدة أحلل الشي اللي سويته حركات الجسد بعد ما تحلليني لأن أنا الوقت يا ضائق نفعش أشياء قاد أمشي معك بشكل سريع بعد ما تحلليني بعد ما توصلين للسبع خطوات بعد السبع أطبق بعد التطبيق تتخليك يعني أنت كانت تقوليه والله يروح هذه التحليل وهذا كذا خلني شوفانا النتائج عدل بالضبط فأنتي آخر شي تعطيني رشدة توصلت نتيجة معينة تعطيني رشدة شنون رشدة اللي دائما أو الوصفة الطبية اللونية اللي أخذها منك حتى وعدل سلوكي وعدل مساجد تعدل من الحالة اللي أنا فيها ويليت إذا في مثال قريب تضربينه لنا عن حالة حتى نقرب الصرع للمشاهد الكريم طبعا بعد ما يخلص هي طبعا قلت لك على حسب عمق الحالة يعني مثلا الحالة اللي ذكرتها اللي مثلا سبع سنين كان عندها الاكتئاب وشذي ومن الدرجة الأولى لازم تحتاج جلسات ومتابعة ودعم بأشياء ونبطل لها مثلا بيبان جربي شذي أوك متابعة متابعة في حالات تكون سطحية يعني من من حياتنا مثلا مثلا سارة مثلا وحدة اسمها سارة هي إنسانة عادية موظفة ومعين شنو هي تبي تفرق عن نفسها ترتاح مو شرط أنها هي يكون عندها الاكتئاب أو شي لأننا عندنا هدف أن نوصل لحق شنو السلام الداخلي الراحة النفسية سارة لما تحط راسها على المخدة في أشياء تفكر فيها في أحلام في مصاعب هي قاعدة تواجهها مثلا في عندها مثلا عدم ثقة بالنفس عندها مثلا خيانة حبيب مثلا أو فقدان عزيز أنت تدري أن الإنسان الطبيعي يفكر باليوم خمسين ألف فكرة وهذا شيء أثبتت الدراسات العلمية الأفكار التي تكون موجودة التي لا يتكلم فيها الإنسان فشنو هذه الأفكار توجهاتها مثلا نكتب شنو الأشياء التي هي مثلا دائما أنا ما يشنو أنا لا ما عندي ثقة بنفسي أنا لازم مثلا أضحف لازم ما يشنو أنا فيني حب شباب يعني في أشياء تأثر عن نفسية يوصل حق مراحل مثلا فيها جلدات أو شيء صحيح اكتئام اكتئام مثلا ممكن تسوي جلستين ثلاث جلسات تحس بالتغيير فاهم قصدي تحس بالتغيير تحس بالثقة بالنفس تفرق لا أنا ليش شيء قاعد يسأل لا في أشياء طيب أنت تخضعين أنت تخضعين لهذه الجلسات دكتورة عدل نتيجة آخر شيء يعني لما تعطيش الألوان هذه أنت الألوان تشوفينها قبل وبعد مثلا قبل العلاج والنصائح اللي تعطينا النصائح وبعد الفترة العلاج تعالي ارسمي مرة ثانية كل جلسة فيها تطبيق أهم شيء التطبيق أهم شيء اللون والحالة الأبداعية طبعا أهوى الطب اللوني العلاج بالحالة الأبداعية باستخدام الألوان كعقاقية بوسيلة التعبير حلو ولكل الأعمال لكل الأعمار أنا كان عندي حالة طفل تنمر طبعا أنت تدري تنمر نوع من أنواع الحنف فإذا أهوى فرق فرق الطاقة هذه العنف اللي فيه راح يحس بتحسن يعني أطفال مدمنين نشاط المفرط لأنه نوع هو الهدف أنه شنو السلام الداخلي نعم دام أن أنت عندك سلام داخلي الأمور طيبة إن شاء الله بارك الله فيك وربي وفقيتش إن شاء الله قد يتفق معك البعض وقد يختلف معك البعض ولكن هي دراسة قائمة وقامت فيها الدكتورة ما بعد رسالتها الدكتورة وطبقت خذت عينات عشوائية وتم تطبيقها سواء داخل الكويت أو بر الكويت واللي حاب أن يناظرها أو حاب أن يتكلم معا أنت مستعدة لهذا الأمر عدد أتشرف بارك الله فيك دكتورة ريهام لرغيب دكتورة بفلسفة النقد التشكيل شكرا جزيلا لك شكرا الله يعافي شكرا كل شكرا لضيفتنا الكريمة بستمرين معكم من شاء الله ولكن بعد الفاصل